قصص مؤلمة وذكريات قاسية عاشتها النساء الموصليات مع احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل أم إيهاب تعيش اليوم في مخيم للنازحين تحديدا في منطقة حمام العليل غرب الموصل حيث التقتها أخبار الآن لتتحدث عن انتهاكات الحسبة في التنظيم بحق النساء أحمد الحسناوي لديه تفاصيل بين ركام الأبنية المهدمة ومعاناة النزوح تجلس أم إيهاب الموصلية مستذكرة تفاصيل قصتها مع تنظيم داعش ذكريات لم تكن تخلو من الاضطهاد والتنكيل كانت نتائجها رحلة طويلة بحثا عن أبنائها المعتقلين لدى التنظيم أنا عانيها تلث سنين وأمشي وراء الحسبات الموصل، الشارع، القيارة، الشرقات، أدور الولدي هاي يطلعون وأخذوهم ولي حد الآن كل شيء ما كم لهم هم منتسبين ما طلعنا من البداية من جو علينا أخذوهم قالوا سووا توبة، سووا توبة، بعدين رجعوا وأخذوهم أم إيهاب تعاني من آلام في ذراعها وظهرها نتيجة تعذيبها على يد نساء الحسبة في التنظيم يدخلونا بغرفة يجي النسوان ثلاثة يضربونا بالعقال أو بالصواندة أو كيابا يعني اللي قطعت نفسي بعد ما أدوري لهم نهائيا حالات الابتزاز والتضييق على حياة المواطنين قد تكون من الأمور التي اعتاد عليها تنظيم داعش المتطرف بحسب ما تحكي أم إيهاب أم إيهاب تقطن في مخيم للنازحين وتحديدا في منطقة حمام العليل غرب الموصل حالها لا يختلف عن حال تلك الأسر التي تعاني النقص الحاد في الخدمات الصحية والإنسانية والله وضعيتنا كل شي والله العظيم عند هذا المريض ما نطلعني كل شي له هي والله يا يابا هاشوف في هذا المدد ونايم ما نطلعني كل شي ما يجيني أي شي ليش للمقدر أصير بنصر الهوسة وموهوسة أخوي وأوصل رسالتي للعالم أنا فقد البصر تسع سنوات أخوي أحتاج علاج على طول كل 15 يوم 40 دولار وهذا ابني هم كده لقد حكي شوف قطرات ما قطراتها من هنا يستخد فالله يخليكم الله يخليكم تساعدوني سووا له راتب سووا له أي شي يعني وضع المادي تعبار الرجال فقد البصر وقاعدوا عني خمس أطفال لسه ما عندي شي قد يقول لهم الله يشهد غير الدموع بانتظار تحرير المناطق التي تخضع لاحتلال تنظيم داعش المتطرف فإن العوائل الموصلية النازحة ترتقب بشغف ساعة العودة إلى ديارها والتي قد تضع حدا لمعاناتها المأساوية من منطقة حمام العليل غرب الموصل أحمد الحسناوي أخبار الآن